أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا خلقة جديدة من قبل الجرس نستهلها معكم اليوم الخبر الأهم لدينا هو دعوة الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وبالمقابل أيضا الأمين العام للأمم المتحدة حذر من اتساع رقعة الحرب إلى حرب شاملة المزيد من الأخبار العربية والعالمية ترفق بها معكم أنا سنتيا سعادة وزميلي صلاح صباح الخير صلاح صباح نور سنتيا والمشاهدين وغتيرش يدعو إلى ضرورة الإيقافة العاجل لهذه الحرب حتى لا تتوسع نحو الحرب الشاملة لكن في موضعنا الأخرى لدينا إضاءة على إدارة معلومات الطاقة التي تخفض من توقعاتها للطلب على الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم وكذلك الصين رغم حزمة التحفيزات هناك حالة من التشاؤم لعدم الوصول إلى المستهدفات صحيح صلاح وهذا يطرح التساؤلات اليوم إذا كانت فعلا ستتبكن من الوصول إلى المستهدف وهو الخمسة في المئة المزيد نتابعه بقبل الجرس حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش من أن لبنان على شفى حرب شاملة بسبب التسعيد الإسرائيلي الأخير مؤكدا ضرورة احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها التصريحات لا نقول ربما كانت حادة ولكن كانت محذرة في المقابل من أن الوضع اللبناني قد يذهب بالصراع نحو ما يعرف بالحرب الشاملة صحيح يعني صلاح وبهذا الإطار أيضا نذكر اليوم أنه فقط مصادر خاصة لرويترز قالت أنه يمكن أن يكون هناك بعض الحلحلة لوقف إطلاق النار وهناك أيضا يعني قياديات في حزب الله قالوا أنه اليوم موضوع هدنة لبنان ليست مرتبطة بشكل مباشر بهدنة غزة ولكن فقط هذه مصادر ذكرتها رويترز اليوم بالوقت الذي فعلا ما زال القصف مستمر على لبنان من قبل إسرائيل وهذا يلحق الضرار بالعديد من القطاعات الاقتصادية ويزيد من حصيلة الضحايا يوميا طبعا حصيلة الضحايا بحسب البيانات الأخيرة لوزارة الصحة نتحدث عن أزيد من 2100 وفاة منذ بداية الحرب بشكل عام وعدد الجرحى الذين تجاوزوا العشرة ألاف جريح جوتيريش سماها بحرب الإبادة الجماعية سواء ما يحدث في غزة أو في لبنان لكن إلى أي حد ربما الدول وكذلك هذه القطاعات الأممية باستطاعتها وقف هذه الحرب بشكل عام صحيح يعني خاصة صلاح أن اليوم لاحظنا أن إسرائيل حذرت أيضا من استهداف البحر بلبنان وتحديدا النهر الأول بمدينة صيدة ووجهة تحذيرات بإخلاء البحر وهذا اليوم أيضا يطرح تساؤلات ما إذا كانت فعلا إسرائيل ستصعد من هجماتها بعد أن توغلت بريا بشكل محدود وأيضا مستمرة بقصف أجواء لبنان وإلى أجواء لبنان مباشرة يعني نلاحظ أن حركة الطيران مازالت شبه متوقفة فوق الأجواء اللبنانية على رغم من استمرار طبعا حركة الملاحة البحرية نذكر أمس شركة الخطوط الجوية الفرنسية يعني أكدت أنها مستمرة بتعليق وتوقيف رحلاتها من وإلى بيروت والعديد من الشركات العربية أيضا مددت إغلاق رحلاتها إلى لبنان وأيضا إذا نظرنا إلى أجواء بيروت بالوقت الحالي نلاحظ أن أعمدة الدخان مازالت تخيم على الأجواء اللبنانية والهجمات متواصلة على العديد من المناطق والقصف يبدو مستمر في توقيت مختلفة سواء ليلا أو صباحا وهو ربما ما يزيد من الحدة بشكل كبير لكن هذه التوترات الجو سياسية والبيانات الأخرى كيف كانت على الأسواق العالمية المعادن والخمات والذهب الذي يبدو أنه تشاؤم مع الفيدرالي وبدأ يتراجع إلى مستوية ربما هي الأدنى حتى في ثلاثة أسبوع أخيرة صحيح يعني لاحظنا صلاح الأنسة انخفضت عن مستويات الـ 2600 دولار وعادت واستعادتها سنتعرف على التفاصيل والأسباب بهذه الجولة إذن كيف تتحرك الخمات السلع وغيرها من المؤشرات خلال جلسة اليوم كنا شاهدنا تباينات على أسعار النفط بالوقت الحالي نلاحظ أن خام برينت بالنطاق الأخضر ارتفاعات بحوالي 18 نقطة مئوية خام تكسس أيضا على ارتفاعات بحوالي 17 نقطة مئوية كان منذ وقت قليل خلال جلسة اليوم أيضا بالنطاق الأحمر إن كنا نتحدث على الخام الأمريكي هذا التباين على أسعار النفط يأتي اليوم من جهة مع استمرار احتدام التوترات بالشرق الأوسط والأنباء أيضا التي صدرت من وكالة رويترز أنه يمكن أن يتم التوصل إلى هدنة بلبنان لأن قياديات بحزب الله قالت هذه الهدنة ليست مرتبطة بشكل مباشر بهدنة غزة إلى جانب ذلك نشر اليوم أيضا عالميا إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت وتوقعت انخفاض خام برينت إلى 76 دولار بالربع الرابع من العام الحالي أيضا إذا نظرنا إلى المعادن نلاحظ الذهب بالوقت الحالي على ارتفاعات هامشية الأنسة تتماسك فوق مستويات الـ 2600 دولار وكانت قد خسرت هذه المستويات يأتي اليوم طبعا مع ترقب صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية نهر الخميس من هذا الأسبوع إلى جانب أيضا طبعا تورجه الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقضي البلاتين بالنطاق الأخضر أيضا نحس على ارتفاعات بحوالي 18 نقطة مئوية والفضة أيضا يبقى بالنطاق الأخضر سعر الأنسة تتجاوز 30 دولار بالوقت الحالي بالنسبة لأسلة العملات كيف تتفاعل خلال جلسة اليوم نذكر بالوقت الحالي مؤشر الدولار يعود ويحقق المكاسب كان قد تراجع أيضا من على مستوياته تقريبا في سبعة أسبوع ولكن يعود ويحقق المكاسب بالوقت الحالي التبين أيضا على مؤشر الدولار يأتي اليوم كما ذكرنا مع ترقب بيانات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التضخم وكانت صدرت طبعا بيانات سوق العمل وتحديدا الوظائف الجديدة التي كانت أفضل من التوقعات بسبتمبر ودعمت مؤشر الدولار الدولار مقابل أليان على ارتفاعات بحوالي 20 نقطة مئوية الدولار الأسترالي مقابل الدولار أيضا على ارتفاعات طفيفة واليورو مقابل الدولار نلاحظ على تراجعات هامشية بالنسبة للمؤشرات الأسيوية كيف تتفاعل خلال جلسة اليوم نلاحظ بداية المؤشر ميكايتو توفايف على ارتفاعات بحوالي 1% اتذلك بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا بشكل رئيسي ولكن المؤشرات الصينية إن كنا نتحدث عن شانجهاي أو الكمبوزيت نلاحظ أنها على تراجعات وتراجعات قوية بأكثر من 4% يأتي ذلك اليوم مع تلاشي الأمال بخطة التحفيز الاقتصادي في الصين وأيضا توقعات صندوق النقد الدولي لإقتصاد الصين خاصة حتى وصولنا للعام 2029 والتي ليست مطمئنة كثيرا وبالنسبة للكسب الكوري أيضا نلاحظ اليوم أنه على تراجعات بحوالي 6 أعشار النقطة المئوية أخيرا بالنسبة للعقود الأجلة الأمريكية كيف تتفاعل خلال جلسة اليوم نلاحظ هناك تراجعات تبقى هامشية بعض الشيء على S&P 500 ناسدك الدو جونز أيضا تراجعات بحوالي 10 نقطة المئوية يوقتي ذلك أيضا مع التراجعات التي شهدتها المؤشرات الأمريكية ولكن نذكر أمس كانت على مكاسب بفضل طبعا ترقب نتائج الربع الثالث من العام الحالي وأيضا المكاسب التي كانت على أسهم التكنولوجيا بول ستريت إلى ملفاتنا تحت المجهر في ملفنا الأول حيث خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة والعالم وذلك لعام 2025 مقارنة بتوقعاتها السابقة حيث تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة إلى 20 مليون ونصف المليون برميل يوميا وهو ما يعد مستوى أقل مقارنة بتوقعات السابقة أوبك ترفع إدارة معلومات الطاقة تخفض أو العكس هي أكيد تستند إلى مجموعة من البيانات ومجموعة من التحليلات لكن شدوذ وجذب حقيقة في هذه البيانات وعدم الوصول إلى مستهدف واحد صحيح صلاح دائما نلاحظ هذا التناقل بين توقعات أوبك الطاقة من جهة أخرى نذكر بهذا الإطار أنها حتى أيضا بالنسبة للعام 2025 يعني خفض توقعاتها لنمو الطلب وبالنسبة للعام الحالي أيضا كان هناك تخفيض بيئة النمو للطلب على النفط إلى تقريبا 103 ملايين برميل يوميا من النفط نشر اليوم من أهم الأسباب التي ارتكزت عليها طبعا يعني مع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كان ضعف الطلب في الصين هي أكبر مستوردة للنفط بالعالم ولكن اليوم حتى توقعت يعني الإدارة بأن يكون هناك انخفاض بواردات الصين تحديدا النفطية يعني بالعام 2024 وهذه من أبرز الأسباب اليوم صلاح وراء استمرار إدارة الطاقة بتخفيض توقعتها على مدار العام الحالي للنمو في المقابل في البيانات الأخيرة تشير إدارة معلومات الطاقة إلى أن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية سوف يرتفع إلى مستويات قياسية وذلك في العامين 2024 2025 إلى المواضيع التي تخص الدول العربية حيث تصدرت أبوظبي قائمة المدن عالميا من حيث قيمة الأصول التي تديرها صندقها السيادية والبالغة التريليون وسبعمائة مليار دولار وذلك بأرقام أكتوبر 2024 في الصدارة إمارة أبوظبي من خلال صندقها السيادية من خلال التنوع والتوسع في أسواق مختلفة وكذلك الجديد هو التنوع والتوسع في مجالات غير تقليدية خاصة التكنولوجيا صحيح وبهذا الإطار نذكر دائما صلاح اليوم أن هذه الصندق هي مهمة جدا لأن تسمح للحكومات بالاستثمار بالأسواق العالمية وتجعلها قوية أمام التحديات المالية والأزمات العالمية وبالتالي أيضا إذا نظرنا إلى العام 2030 نلاحظ أنه من المتوقع أنه الأصول بالصندوق السياسية بأبوظبي تحديدا أن تصل تقريبا إلى ثلاثة تريليونات وأربعمائة مليار دولار وأيضا صلاح هذا رقم كبير جدا إن كنا نتحدث عن الوضع المالي بأبوظبي نعم طبعا يأتي كذلك صندوق الاستثمارات العام السعودي الثاني عربيا والرابع عالميا من حيث حجم الأصول التي يديرها بشكل نعام وبعده يأتي الصندوق السيادي للنرويج ويبقى الأصول الرأسمالية لدى إمارة أبوظبي والتي تديرها من خلال هذه الصندوق عند مستويات قياسية بلغت أتريليونين عفوا وثلاثمائة مليار دولار ويتوقع أن تصل إلى أرقام 3 تريليونات و400 مليار دولار وذلك بحلول العام 2030 لكن من الأبوظبي إلى الصين يبدو أنه بعد حزمة التحفيزات وما تبعه من رهانات إيجابية هذه المرة الوضع لا يبشر صحيح صلاح خاصة اليوم أنه تتوقع أن تتمكن من تحقيق النمو الاقتصادي عند 5% بالنسبة للعام 2024 ولكن بالمقابل اليوم صندوق النقد الدولي بالنسبة للعام 2029 يتوقع أن يتباطئ اقتصادها إلى 3.3% من أهم الأسباب وراء ذلك نتحدث عن مشكلة الشيخوخة هذه من أهم الأبرز الأسباب التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي إلى جانب أيضا اضطراب قطاع العقارات الذي عانى كثيرا خلال الأعوام الماضية ولكن طبعا اليوم بالوقت نفسه نشير أنه بأول أسبوع من أكتوبر كان هناك تضاعف لمبيعات العقارات بالصين وفي مدن مختلفة خاصة المدن الكبرى والطلب زاد بشكل كبير طبعا الثقة يبدو أنها بالنسبة للسلطات الصينية كبيرة لتحقيق هدف النمو الخاص بالنتج المحلي الإجمالي وذلك لمستويات الخمسة في المئة المستهدفة بشكل عام لكن الرقم اعتبره عدد من المحللين أنه متفائل بشكل كبير لكن إلى الأعصير مرة أخرى حيث اشتدت قوة إعصار ميليتون ليبلغ الفئة القصوى مع بلوغ سرعة الرياح المصاحبة لـ 270 كم في الساعة حسب المركز الأمريكي للأعصير جو بايدن حذر أنه قد يكون الإعصار الأقوى في الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا وتهذيرات للسكان من أجل الإخلاق والذهب نحو بالفعل هو طلب من السكان إخلاء تحديدا منازلهم بفلوريدا نذكر أن هذا الأعصار يأتي بعد موسم الأعصير التي شهدناها بالوقت السابق أننا نتحدث عن أعصار هيلين أو فرنسين وغيرها من الأعصير اليوم من أهم تداعيات هذه الكوارث الطبيعية إلى جانب الخسائر البشرية أيضا تؤثر على إمدادات النفط والخامات الأمريكية بالنسبة لفرنسين على سبيل المثال أوقف أزيد من 17 مصفات والتي توفر ما يزيد عن 14 في المئة من حاجة العالم من النفط والغاز بشكل عام وبالتالي التحذيرات من هذه الأعصير المدمرة متواصل في خليج المكسيك لكن في الولايات المتحدة وفي خبر آخر حيث تقدم مجموعة من أكثر من 12 محاميا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بدعوة قضائية ضد منصة تيك توك حيث تتهمها بخداع المستخدمين من خلال الإدعاء بأن تطبيقاتها آمنة للأطفال بحسب الدعوة القضائية أن التطبيق غير آمن للأطفال يسبب لهم الإدمان من جهة والمحتوى أحيانا يكون مؤثر على قواهم العقلية والبدنية بالفعل صلاح ونرى هذه المرة أن الديمقراطيين والجمهوريين اجتمعوا على موقف واحد ضد تطبيق تيك توك نذكر بهذا الإطار أنه طبعا أيضا كان هناك اتهامات أن هذا التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية واليوم نرى اتهامات جديدة وبالتالي يبقى ضغط مستمر يمكن على الوصول فعلا لمنع هذا التطبيق بشكل كامل بالولايات المتحدة الأمريكية حتى بالنسبة الرئيس جو بايدن كان قد وقع في فترة سابقة القرار الذي يخص هذا الحضر لكنه لاقى معانات كبيرة ومراجعة كبيرة على الاعتبار أن للتطبيق حوالي 100 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة ويكتسبون من خلاله من خلال العوائد المالية صحيح سنرى ونراقب مصير تيك توك بالولايات المتحدة الأمريكية وإلى أي مدى سيبقى تحت ضغط السلطات الأمريكية ونبقى أيضا على المزيد من الأخبار وعنوين بوصلتنا لليوم بعد الفاصل إلى غرفة الأخبار والزميلة رولا لتطلعنا على أبرز ملفات جلستنا الصباحية صباحك سعيد دائما رولا ماذا عن أبرز الأخبار في بوصلتنا اليوم صباح الخير صلاح وسينتيا كنتم تتحدثان عن الإعصار في ولاية فلوريدا الأمريكية يبدو أن النزوح لا يطال فقط سكان غزة ولبنان ولكن حتى سكان ولاية فلوريدا لكن من جانب آخر اليوم سنتابع في أشأن بالمنطقة وقف إطلاق نار محتمل بين إسرائيل وحزب الله يضع الأسواق بالشرق الأوسط في حالة ترقب فيما الغارات على لبنان مستمرة تل أبيب ما تزال تبحث خيارات الرد على إيران والأخيرة تواصل شحن النفط من جزيرة خارج ورغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعات لأسعار خام برينت بنسبة 7% في ربع الرابع من هذا العام وفيتش تثبت تصنيف المغرب عند دبل بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة والوكالة تتوقع طباط النمو الاقتصادي إلى 3% خلال هذا العام وبسبب صعوبة البيئة التنظيمية والأداء التشغلي جهاز أبوظبي الاستثمار يشطب كامل حصته بقيمة تصل إلى 344 مليون دولار في تيمزووتر البريطانية المتعثرة كل ذلك والمزيد سنتابع اليوم في جلستنا الصباحية نعم رولا شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل وإلى سهم اليوم نتحدث تحديدا عن علي بابا الصيني الذي يبدو أنه هبط بأكثر من 7% بجلسة أمس ولكن ما هي الأسباب وراء ذلك صلاح يطلعنا على أبرز التفاصيل يعني ما قصت علي بابا هذه المرة قصة علي بابا وجميع الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن المستثمرين كانوا يتطلعون لمزيد من الحزم التحفيزية من قبل الحكومة الصينية وهو ما لم يتم نتبع التفاصيل إذن سهم اليوم سهم علي بابا الذي خسر من قيمته السوقية 20 مليار دولار في جلسة واحدة وتراجع بنحو 7% في التعاملات الماضية مسجلا أكبر خسارة يومية له في 11 عاما جميع الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية أنهت التعاملات الماضية على تراجعات وذلك بعد خيبة أمل المستثمرين والمساهمين في وجود حزم تحفيزية جديدة من قبل الحكومة الصينية وننتقل إلى أوامر ما قبل الجرس هذه المرة طبعا النتائج المالية والموسم بلش من أمس وبالتالي هذا أثر على العديد من أداء المؤشرات الخلاجية المزيد يطلعنا عليه المراسلون ننتقل بهذه الأثناء إلى بورصة قطر مع معمر عواد والسوق دبي المالي مع ندا عبدالسلام وأيضا إلى بورصة الكويت مع أسامة رشيد نبدأ معك معمر يعني تزامنا مع صدور بيانات كيو ان بي الإيجابية كيف تتوقع اليوم أن تكون افتتاحية الجلسة يعني متوقع أن تستمر في الاتجاه أصاعد نتائج كيو ان بي وبما يمثل من رمزية كبيرة فاجأت الأسواق بالأمس أكثر من 11% من متوسط التوقعات بالتالي نحكي عن 12 مليار و700 مليون ريال قطري مدعومة بشكل أساسي من إرادات الفوائد بالدرجة الأولى وانحسار المخصصات بنسبة 14% أعتقد بأنه هذا الخبر سوف يأخذ معه السوق اليوم بإتجاه الصاعد كما كان عليه في أجلسات الماضية وتحديدها القطاع المصرف الذي سجل نمو بـ 8% في النصف الأول من هذا العام على ما يبدو بأنه إرادات الفوائد والرسوم والعملاء سوف تدعم ربحية القطاع المصرفي في هذا الربع بشكل عام أيضا في ظل انحسار بعض المقاوف ربما لما يجري في المنطقة يعني عمد الأسواق يعني سعرت علاوة مخاطر وبالتالي بدأت الأسواق إلى حد ما تتعامل مع بعض الأساسيات دون أن تسقط من حساباتها أي تطورات أخرى لذلك اليوم نتوقع أن تكون أومر ما قبل الافتتاح بإيجابي وبالتالي استكمال المؤشر لرحة السودة التي بدأها منذ نحو جلستين شكرا عمر بعداء تحية لكم جميعا إلى البورصة الكويتية كذلك أسمى إلي حد المؤشر قادر على المواصلة في الارتداد الإيجابية وإن كان بنسب طفيفة لكن قد تكون مستدامة ومتواصلة نعم صباح الخير صلاح صباح الخير لكم جميعا أعتقد استنادا على ما جرى في الجلستين الماضيتين نتوقع استمرار الصعود طبعا لدينا خبر جوهاري ورد قبل قليل على موقع البورصة يشير إلى أن شركة فولاز البحرينية القابضة قد تخضع لعملية استحواذ نحن نتحدث عن واحدة من أكبر شركات الصلب في العالم وفيها مشاركات ومساهمات استراتيجية من شركات كويتية منها مثلا السكبة الكويتية الخليج للكبلات الصناعات الوطنية وتصل حتى إلى مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة صناعات قطر يعني أعتقد صفقة كبيرة إن تمت ستكون مليارية وضخمة وسيكون للكينات المالكة يعني حصص مؤثرة من هذه الصفقة إن تمت لا أستطيع أن أحسب المكاسب في الوقت الحالي نعم نعم شكرا لك أسامة وإلى سوق دبي المالي مع ندا يعني لاحظنا الأمس الأسواق الإماراتية كانت على مكاسب جماعية هل ستستمر بنفس النهج خلال جلسة اليوم سبعة خير سينتيا والزملاء هذا الأمر هو ما نختبره خلال هذا الأسبوع سينتيا لأي مدى الإيجابية التي ظهرت في الأسواق الإماراتية خلال الأمس ارتفاعات 8 من 10% سوق دبي 1 و2 من 10% في سوق أبوظبي لأي مدى قد تستمر وما هي العناصر الدافعة أحيانا نجد القطاع المالي ونحن ننتظر أن يدشن هذا القطاع النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري وأحيانا كما حدث بالأمس نجد القطاع العقاري هو من يدعم الأسواق منذ نتحدث على القطاع العقاري يجب أن نشير إلى الدار الدار تابع لها أطلقت مشروعين جديدين في لندن وبالتالي سنرى كيف سيكون التفاعل مع السام لأن السام بالأمس كان واحد من الدعمين لأداء الأسواق أو المؤشر في سوق أبو ضب لدينا العديد من الأخبار المرتبطة بالشركات وترسية عقد وترسية جديدة بخمسة مليارات درهم تقريبا من مدن القابدة وغيرها من الأخبار منازل تدرس فرص استثمارية في سلطنة عمان وجي أف أتش أيضا اليوم سننظر لهذا سام لأنه لدينا اجتماع للعمومية تنظر في إنشاء برنامج سقوق وبالتالي كما أشار معمر وكما أشار رسامة يبدو أن العوامل الداخلية وتسعير المخاطر الجيوسيسية في المنطقة تم تسعيرها بالفعل ويبدو أن العوامل الداخلية هي من ستؤثر خلال هذه الفترة أو سيكون لها التأثير الأكبر خلال هذه الفترة فيما يتعلق أيضا بالأسواق الاماراتي جزيلة الشكر لك الزميلة نادى عبدالسلام على كل هذه التفاصيل كنت معنا من سوق دبي المال وللزملاء أسامة رشيد من برصة الكويت معمر عواد من برصة قطر وإلى الأخبار الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي على السي أم بي سي عربية نبدأها تحديدا بالخبر الأول من البرازيل يبدو أخيرا أن الصراع الكبير بين إيلون ماسك والبرازيل قد انتهى ما بين كان مرغما وأرغمتها المحكمة كذلك على اعتبار أنها كانت تقططع كل تلك الغرامات من رصيدها بشكل مباشر ودون أن تعود إليه ووصل الموضوع إلى الحل حل لكن في مواضعنا الأخرى على منصاتنا المختلفة وعبر انستجرام يبدو أننا قريبا سوف نكتشف صاحب هوية مبتكر عملة بيتكوين التي بقيت دونها الكثير من علامات الاستفاد صحيح ومن هو وراء الاسم المستعار الذي هو ساتوشي ناكاموتو هذا الاسم الذي ظهر بالعام 2009 خاصة مع ظهور عملة البيتكوين وكانت ثورة على العملات التقليدية مثل الدولار واليورو وأخيرا ننتقل إلى الخبر الأخير عبر منصات التواصل وتحديدا عن أن يبدو هناك تسوية بالنزاعات بين وسائل التواصل الاجتماعي طريقة جديدة بأوروبا تحديدا مهم جدا نحن نعلم حالات النصب الاحتيال المشاكل الابتزاز التي باتت على هذه المواقع وهو ما رفع من حجم الجرائم الإلكترونية بشكل كبير الوصول أو تأسيس مثل هذه المراكز على الأقل قد يهذب التعامل وقد يخيف ويردع الأشخاص بجهة أخرى ويقلل من الأخبار المضللة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية قبل الجرس ولكن افتتاحية الأسواق العربية والخليجية تتبعونها بعد الفاصل إلى اللقاء اشتركوا في القناة